فراغ الذي تركته السلطة المركزية على الصعود الامنية والحياتية والتنظيمية لسد الفراغ الامني والخدمي في مدينة الميادين قرب الحدود مع العراق اجتمع ابناء المدينة على تشكيل تجمع ينظم كل مناحي الحياة ويقوم بدور السلطة الغائبة بدء من ازالة مخلفات القمامة وترحيلها خارج المدينة حتى اصدار مجلة ناطقة باسمه لتأمين التواصل بين لجنته التنظيمية من جهة وبين سكان الميادين من جهة اخرى تجمع احرار الميادين تجمع ثوري مدني مستقل يهدف الى تنمية وخدمة المجتمع وتخفيف عباء المرحلة والانتقال الى المرحلة القادمة باذن الله تعالى انطلق التجمع منذ ما يقارب ثمان اشهر شارك في جميع الفعاليات المدنية ومد يد العون لجناح المسلة العسكري يشرف التجمع على تأمين مادة الطحيم لتشغيل الفرن الالي الموجود في المدينة ذلك لسد حاجة السكان من الخبز والحفاظ على سعره منخفضا في متناول السكان للمشافي ايضا نصيبها من التنظيم والاشراف المباشر اما الشيء الجديد الذي اعتمده القائمون على التجمع فهو اقامة ندوات وحوارات تجمع بين النخب من سكان المدينة للتواصل الى حلول للمشاكل التي قد تظهر لجان تجمع احرار الميادين لهذه اللجنة عدة نشاطات منها اصدار مجلة بعنوان الفجر لم يتم اخفال دور حرار مدينة الميادين حيث يساهمنا بشكل فعال في اصدار هذه المجلة ايضا هناك اقامة ندوات تعريفية وتوعية في مدينة الميادين حملة اماطة الاذى عن الطريق وحملة النظافة من الايمان وبفضل الله تمت الاعمال على فدم وساق كما ترون ونحب ان ننوه لأهالي الميادين والشعب السوري كاف فتمن يسمعوا كلامنا اننا والله العظيم نرتفع بعملنا هذا ولا ننخطط عندما تغيب السلطة عن المدن السورية المحررة فان لجهود ابنائها وفكرهم ان يسد الفراغ الناشئ يمر ذلك بتحديات كبيرة ومتاعب اكبر لا يلبث الشباب الا ان يتغلبوا عليها بفكرهم وهمتهم